شكر الرئيس الأوكراني فولودمير زيلنسكي في خطاب ألقاه أمام البرلمان الدنماركي اليوم الدنمارك التي تعهدت بتسليم طائرات مقاتلة من طراز F-16 إلى كييف ويزور الرئيس الأوكراني الدنمارك بعد زيارتين مفاجئتين قام بهما إلى هولندا والسويد خلال عطلة نهاية الأسبوع فيما تعهدت الدنمارك وهولندا خلال عطلة نهاية الأسبوع بتسليم عشرات طائرات مقاتلة من طراز F-16 إلى أوكرانيا وبحسب رئيس الوزراء الدنماركي ميت فريدريكسون فأن من المقرر أن تسلم الدنمارك لأوكرانيا تسعة عشرة مقاتلة على أن يتم تسليم أول مجموعة في وقت مبكر من العام الجديد